موسيقى إلى تطورة الأزمة اليمنية حيث أعلن الأمين العام لمجلس التعاون الخلاجي نايف مبارك الحجرة في اختتام المشاورات اليمنية اليمنية مؤكدا على أن المشاورات هدفت لبلورة خريطة طريق واضحة المعالم وذلك لإعادة صياغة المشهد اليمني من جديد استنادا إلى حالة من التوافق والاستفاف الوطني بين كافة المكونات اليمنية وقال الحجرة في خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد عقب انتهاء المشاورات قال إن نجاح المشاورات اليمنية يمثل نقطة تحول مهمة في الطريق إلى السلام الشامل لنقل اليمن من حالة الحرب إلى أفق السلام والتنمية وأشار إلى تشكيل هيئة تجمع مختلف المكونات للتشاور يسندها فريق قانوني واقتصادي يعزز الجهود ويهيئ الظروف المناسبة لوقف الاقتتال والصراعات والتوصل لسلام دائم يحقق الأمن والاستقرار في جميع أنحاء اليمن تابعت مصر باهتمام بالغ التطور الخاص بإنشاء مجلس قيادة رئاسية بالجمهورية اليمنية لاستقمال تنفيذ مهام المرحلة الانتقالية في اليمن الشقيق وتفويده بكامل صلاحيات رئيس الجمهورية وأكدت الخارجية في بيان أن مصر ترى في هذه الخطوة تطورا مهما ترحب به معربة عن أملها في أن تمكن هذه الخطوة اليمن الشقيق من العبور إلى بر الأمان والاستقرار وذلك من خلال توصل إلى توافق يمني يمني لعبور المرحلة الانتقالية وإنهاء الصراع كان الرئيس اليمني عبد الربوهادي منصور قد أعلن تشكيل مجلس رئاسي يضم ثمانية قيادات عسكرية وسياسية برئاسة رشاد محمد العليمي ونقل إليه كافة الصلاحيات الرئاسية ونص الإعلان الرئاسي على نقل السلطة لمجلس القيادة الرئاسي لاستكمال تنفيذ مهام المرحلة الانتقالية فضلا عن إعفاء نائب الرئيس علي محسن الأحمر من منصبه ونقل صلاحياته أيضا إلى مجلس القيادة الرئاسي والذي يتألف من ثمانية أعضاء من جانبه رحب الأمين العام لجماعة الدول العربية أحمد أبو الغيط بإصدار الرئيس اليمني قرارا بتشكيل مجلس قيادة رئاسي وبنقل صلاحياته له وأكد أبو الغيط دعمه لمجلس القيادة الجديد كتكسيد للشرعية اليمنية معربا عن أمله في أن يقود هذا المجلس البلاد نحو تحقيق السلام كما رحب البرلمان العربي بقرار الرئيس اليمني مؤكدا دعمه التام لمجلس القيادة الرئاسي اليمني ومعربا عن تطلعه لأن تكون المرحلة القادمة بداية جديدة لليمن يتحقق فيها الأمن والاستقرار ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر